بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لباب الشهاب والتي نتناول فيها قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدا هذا حديث صحيح أخرجه القاضي أبو عبد الله القضاعي في مسند الشهاب وكذلك رواه البزار والحاكم والطبراني في الأوسط والصغير كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مستمعي الأعزاء هذا الحديث أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النفسه ووصف فيه ذاته الشريفة بأن الله جعله رحمة للعباد لطفا منه سبحانه وتعالى بمحض جوده وفضله قال الحافظ ابن ذحي السبتي معناه أن الله تعالى بعثني رحمة للعباد لا يريد لها عوضة لأن المهدي إذا كانت هديته عن رحمة لا يريد لها عوضة ومن كلام الشراح في معنى هذا الحديث قول الحافظ السجي الماسي إنما أنا رحمة مهداه يعني صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه لنا رحمة وجعله لنا تحفة لينقذنا به من النار بمشيئته تعالى وقد وصفه الله سبحانه بالرأفة والرحمة فقال جل ثناؤه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وجاء في التنوير رحمة مهداه أي أهداني لعباده لأدلهم على النجاة وأجنبهم مسالك الهلاك فمن قبل رحمة الله وهديتها فاز وأفلح ومن ردها خاب وخسر وقال العلامة بن الوحشي الأندلوسي قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداه المعنى أن الله عز وجل رحم به عباده الذين وفقهم للسعادة لأن بهم استنقذهم من النار وكانوا أهل شرك يعبدون الأوثان فتلافاهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وجعله لهم رحمة اهتدوا به إلى طاعة ربهم وهداهم إلى ما أمرهم الله تعالى به ونهاهم عنه فاحتمل الحديث يقول ابن الوحشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله عز وجل إلى من كان من أهل السعادة ممن أطاعه كالهدية لهم وأي هدية أسنى خطرا وأعظم قدرا ممن بصرهم بما ينفعهم وعرفهم بما يضرهم وأعلمهم بمراد الله عز وجل وبقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدا فسر المفسرون قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال القرطبي فالرسل خلقوا للرحمة ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق بنفسه رحمة فلذلك صار أمانا للخلق لما بعثه الله أمن الخلق العذاب إلى نفخة الصور وسائر الأنبياء لم يحل هذا المحل ولذلك قال عليه السلام أنا رحمة مهدا يخبر أنه بنفسه رحمة للخلق من الله وقوله مهدا أي هدية من الله للخلق انتهى كلام القرطبي وقال النسفي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه ومن لم يتبع فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها وعلى أشهر الأقوال شمل قوله تعالى للعالمين الخلق جميعا مسلمهم وكافرهم قال ابن عباس هو عام في حق من آمن به ومن لم يؤمن وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يريد للبر والفاجر وقال السمعاني ثم اختلفوا في العالمين على قولين فأحد القولين أنهم المسلمون فهو رحمة للمسلمين والقول الثاني أنهم جميع الخلق وهذا القول أشهر كما اختلفوا في معنى رحمته بالكافرين وقالوا هو رحمة للمؤمنين في الدارين والكافرين في الدنيا بتأخير العذاب وقيل هو رفع ألوان من العذاب عنهم عوقب بها الأقوام السابقون كالاستئصال والمسخ والخسف ذكر ذلك جمهور المفسرين قال الصنعاني وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رحمة حتى للكافرين فإنهم لا يعذبون وهو بين أظهرهم كما قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقال أبو الليث رحمة للعالمين يعني للجن والإنس للمؤمن رحمة بالهداية ورحمة للكافر بتأخير العذاب مستمعي الأعزاء ورد في السنة النبوية ما يدل على أن رحمته صلى الله عليه وسلم تصيب غير المسلمين فقد روى البيهقي في الشعب وأبو نعيم في دلائل النبوة والبزار عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ألا تدعو على المشركين قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذابا وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عارضت نفسي على بن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال يا محمد ذلك لك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين والأخشبان إسمى جبلين معروفين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وقد وصف أصحاب السير ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم لما خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف فذكروا أن سادة القبيلة ردوه ردا قبيحا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وذكر السهيلي في الرود الأنف نقلا عن مغازي موسى بن عقبة قال وكان يمشي صلى الله عليه وسلم بين صماطين منهم فكلما نقلوا قدما رجموا عراقيبه الشريفة بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء وكان إذا أذلقته الحجارة قعد إلى الأرض فيأخذون بعضضيه فيقيمونه فإذا مشى رجموه وهم يضحكون بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ورغم كل ما تعرض له صلى الله عليه وسلم أبى الدعاء عليهم وأبى أن يطلب من ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين عقابا لهم على قبيح صنيعهم مع نبيهم بل سأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ومن تجليات الرحمة المحمدية أنها أدركت الخلق قبل مولده صلى الله عليه وسلم وقبل مبعته روى الحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي أدعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك وهذا الحديث يتقوى إلى درجة الحسن بما رواه الحافظ بن الجوزي رحمه الله بسند جيد لا بأس به عن ميصرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء وخلق الله تعالى الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأوراق والأبواب والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأ اسمي فأخبره الله تعالى إنه سيد ولدك فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه وممن أصابته الرحمة المحمدية قبل البعثة من غير المسلمين عمه أبو لهب أخرج البخاري في صحيحه أن أبا لهب رآه بعض أهله في المنام بشر حيبة أي بأسوأ حال فقال ما لقيت بعدكم راحة غير أني سقيت في مثل هذه بعثقي ثويبة وأشار إلى النقرة بين السبابة والإبهام وثويبة هذه مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي بشرت سيدها أبا لهب بمولد ابن أخيه فأعتقها وذكر صاحب الاكتفاء وغيره قال روى غير البخاري أن الذي رأى أبا لهب من أهله هو أخوه العباس بن عبد المطلب وأنه قال مكثت حولا بعد موت أبي لهب لا أراه في نوم ثم رأيته في شر حال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم إثنين وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الإثنين فبشرت أبا لهب بمولده ثويبة مولاه فقالت له أشعرت أن آمنة ولدت غلاما لأخيك عبد الله فقال لها اذهبي فأنت حرة فنفعه ذلك وهو في النار قال الحافظ بن الجزري معلقا فإذا كان هذا حال أبي لهب الذي مات على دين قومه ونزل القرآن بذمه جوزي بعد موته لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فما حال المسلم الموحد من أمته يفرح ويصر بمولده صلى الله عليه وسلم ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته عليه السلام من الصدقات لعمري إنما يكون جزاؤه من المولى الكريم أن يدخله بفضله وكرمه جنات النعيم ولله ضر حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي حين قال إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الإثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مصرورا ومات موحدا مستمعي الأعزاء إذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق فإن هذه الرحمة لم تنقطع بموته صلى الله عليه وسلم ذكر القاضي عياض في الشفاء عن أبي بكر بن مفوز قال زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن الله تعالى يقول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فكانت حياته رحمة وماماته رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا والفرط هو الذي يتقدم الواردين فيهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقد جاء معنى قوله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم مبينا في لفظ الحديث قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم أي تقع لكم نوازل وإشكالات وتسألون عن أشياء فينزل الوحي ليبين حكم الله قال ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن أجل وأنفع ما يعرض عليه صلى الله عليه وسلم من أعمالنا صلاتنا عليه وقد وردت بذلك أخبار صحيحة وفيها الأمر بالإكثار من الصلاة عليه لا سيم في ليلة الجمعة ويومها مستمعي الأعزاء إن استقصاء الكمالات المحمدية الشريفة والتي تعد الرحمة إحدى حقائقها ومحاولة تعدادها وتعداد صورها وتجلياتها ومظاهرها لا سبيل إليه مطلقا لخروجها عن دائرة الحصر وهو أمر تتقاصر دونه الأعمار وعجز عن بلوغ منتهاه الأكابل في العلم وأرباب الأحوال من الأوائل والمتقدمين وهم في ذلك لم يتجاوزوا ما قاله البوصر رحمه الله إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء واعلم أخي المستمع أخت المستمعة أن كل خير تناله الأمة في الدارين إنما هو بواسطته صلى الله عليه وسلم فرحمته صلى الله عليه وسلم في البدء والختام والدوام وقد أبقى الله له دعوة الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة مسأل الله تعالى أن لا يحرمنا شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لباب الشهاب شرح وبيان لأحاديث كتاب الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب للقاضي أبي عبد الله القضاعي لباب الشهاب سياحة في رياض الكرم النبوي والحكمة المحمدية لباب الشهاب من إعداد وتقديم الدكتور يونس بعلام إخراج كريمة بنكس